إلى حياة كريمة حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من يوم 11 إلى 20 من أغسطس الجاري ضمن المبادر الرئاسي حياة كريمة وأكدت وزارة الصحة أن القوافلة الطبية يتم توجهها لمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقات من فيروس كرونا المستجد مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل الخميس بمنطقتين خفرى خمسة بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية وحضربة بمركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر ويستمر عمل القافلة لمدة يومين متتاليين